شاهدين أكدت دراسة نجهرت في مجلة جيوفيزيكال ريسيرتش لترز جورنال أن محيطا جديدا يتكون في قارة إفريقيا أو في قارة إفريقيا وقد يقسم القارة إلى نصفين بسبب الصدع الذي ظهر في الصحاري الإثيوبية يعتقد باحثون في قسم الجيولوجيا بكلية العلوم والتكنولوجيا في جميع تنيروبيا نصفائح التكتونية تتحرك ضد بعضها بعضا على طول مناطق الصدع ما يؤدي إلى تشكيل مساحة بحرية جديدة في المنطقة وبحسب العلماء فإن تشكيل المحيط الجديد أو تشكل المحيط الجديد في إفريقيا هو أمر مرجح لكنه سيستغرق ملايين السنين ووفقا للدراسة فأن هذه الحركة تعد الحركة ذاتها التي كونت البحر الأحمر ولكن بمعدل أبطأ بكثير انخفضت سماكة الأرض حول الوادي المتصدع من أربعين كيلو مترا إلى خمسة وثلاثين على مدار الثلاثين مليون سنة الماضية لذا فإن تخلص من خمسة كيلو جرامات يحتاج إلى سنوات تعد بالملايين طبعا خمسة كيلو مترات كما ذكرنا معنا مشاهدين من بيروت الدكتور علي حيدر باحث مختص في تحليل وإدارة الكوارث الطبيعية دكتور علي أهلا بك معنا صباح الخير لو ممكن أن تحدثنا أكثر عن هذه الدراسة التي أدهشت العلماء وما مدى إمكانية فعلا ما يتم الحديث عنه هذه الدراسة حقيقية وما ورد في التقرير صحيح هذا يعني أن هناك تاريخ لهذه المنطقة جيولوجيا إذا ذهبنا كثيرا إلى الوراء بهذا التاريخ يعني قبل 630 مليون سنة إلى الوراء لم يكن هناك قارة أفريقيا كان هناك من مناطق هنا وهناك مثل كونجو وغيرها وهذه المناطق اصطدمت بعضها ببعض بالفترة الزمنية بين 630 و530 مليون سنة إلى الوراء فبدأت ملامح القارة السمراء بالتشكل ولكن لم تتشكل أفريقيا وحدها كان معها وملتصق بها القارة الأمريكية الجنوبية من جهة والصفيحة العربية من جهة أخرى كانت قارة كبيرة تضم هذه الثلاث ثم منذ العصر التباشيري يعني قبل 65 مليون سنة إلى الوراء انفصلت القارة الأمريكية الجنوبية وبقيت الصفيحة العربية ملتصقة بأفريقيا ثم منذ 40 مليون سنة إلى الوراء بدأ هناك بهذه المنطقة التي نتكلم عنها بمنطقة عفار أي بالقرب من جيبوتي أي تماما عند باب المندب ثلاثة تشققات في الأرض تحصل وأحد هذه الشقوق أدى إلى ظهور البحر الأحمر الشق الآخر دخل في عفار وفي داخل أفريقيا وبدأت أفريقيا بالتفسخ مع الوقت والشق الثالث ذهب إلى المحيط الهندي هذه المنطقة قبل أن تتشقق منذ 40 مليون سنة تعرضت لثوران بركاني هائل ثم بدأت تشقق وتشكلت بعدها بـ 5 إلى 10 مليون سنة البحر الأحمر ذهبا إلى المحيط الهندي ومنذ 18 إلى 20 مليون سنة بدأت تشقق يدخل بداخل القارة السمراء الجديد في هذه الدراسة أنها لاحظت أن هذا التشقق حدثتك حدثنا عن 600 مليون سنة إلى الوراء ثم إلى أن وصلنا إلى 18 مليون سنة وهو التاريخ الذي انفصلت فيه القارة السمراء تماما عن أمريكا الجنوبية وظلت تقريبا ملتسقة فقط بصفحة العربية هنا ما هي من 65 مليون سنة أو قبل انفصلت عن القارة المريكية واضح طيب هنا ما هي البوادر أو الملامح التي جعلت هذه الدراسة تؤكد أن القارة السمراء ستنشق سيتم فيها أو سيظهر محيط جديد يشق القارة السمراء وبما أننا نتحدث عن ملايين السنسيين هل سيؤثر ذلك في السنوات القادمة في القرون القادمة على الأقل على البشرية الملامح هي دراسة جيوفيزيائية أي أننا نرسل أنواع من الموجات الاهتزازية بداخل الأرض من جهة ونستقبلها من جهة أخرى فهذا يرسم مقطعا لجوف الأرض ويرسم بالكثافة ويرسم يظهر لنا أي منطقة هي متحركة أكثر من غيرها وهي فيها صهارة أي صخ تعرض لدرجة حرارة مرتفعة لدرجة أنه تمت إذابة هذا الصخر هذا هو النوع من الدراسات التي قام بها العلماء وهذه الدراسة أثبتت أن النشاط بهذا الشق الذي يدخل داخل أفريقيا هو ناشط ولم يكن نائما كما كنا نظن بالسابق طبعا هذه الدراسة أجلت لأنه بالعام 2005 كان هناك ثوران لبركان دباهو وتزامن مع هذا السوران شق في الأرض كبير وهذا الشق امتلأ بالصهارة هذا الذي جعل العلماء يدرسون هذه المنطقة وتبين أنها فعلا ما تزال ناشطة وليست نائمة أي أنه على مدى ملايين السنوات سوف يكون هناك تفسخ أكبر في أفريقيا طيب ذكرت دكتور أن هناك بركان هو الذي سهم في ظهور البحر الأحمر هل ستشهد القارة الأفريقية هناك احتمالية ظهور بركان آخر كان هناك نشاط بركاني بدأ في هذه المنطقة منذ أربعين مليون سنة وما يزال في عدة مناطق هو هذا النشاط البركاني الدليل من الأدلة على أن هناك نشاط في جوف الأرض أي أننا علينا أن نتخيل أننا في جوف الأرض هناك مثل عمود هائل يمتد إلى أكثر من ألف كيلومتر في جوف الأرض يرسل الصهارة إلى السطح وهذا مصدر الحرارة هو السبب بعملية التشهد دكتور هل هناك ما يمنع هل أيضا فقط عملية ممكن كما ذكرت يعني موضوع البركان هل عملية الحركة الدائمة للصفائح التكتونية أيضا تساعد في تكوين هذا المحيط هي عمليا فعليا قصة نوعان من المسائل هناك الحركة للصفائح وهذه لا تكون على عمق ألف كيلومتر هذه تكون على أعماق أقل من ذلك والتفسخ الذي يحصل داخل أفريقيا هو عمليا تابع لمسألة الصفائح التكتونية ولكن بنفس المكان الذي يحصل فيه هذا العمل وما يسمى بالحدود التباعدية هناك أيضا مانتل بلوم هناك تدفق بركاني حمم يصل حتى الطرف الأعلى منه يمتد بين خمسين ومائتين كيلومتر إذن تتزامن في نفس المنطقة هناك عاملان عامل الصفائح التكتونية والذي هو على عمق أقل ولكن بمئات الكيلومترات وعامل هذا العمود البركاني الهائل والذي يمكن أن يصل إلى أكثر من ألف كيلومتر إذن الصفائح التكتونية ومانتل بلوم طيب دكتور ظهور محيط جديد يشق القارة الإفريقية كم من الوقت سيأخذ؟ يأخذ ملايين سنين فقط لنأخذ فكرة كم أخذ من الوقت البحر الأحمر ليتشكل بعد أن بدأت هذه الملامح البركانية بالظهور في تلك المنطقة أخذ بين 15 و20 مليون سنة ليتشكل البحر الأحمر بطريقة واضحة ومعالم واضحة إذن هذه الأموة تأخذ ملايين سنين حتى يظهر شكل المحيط بشكله الكامل لا يكون له أثر على المدى القريب على سكان المنطقة أو سكان هذه القارة عادة لا يكون له أثر ولكن ما حصل بالألفين وخمسة كان مفاجئا أن يحصل شق بهذه المساحة على هذا الطول ستين كيلومتر ويمتلئ بالصهارة خلال فترة أيام إذن إذا تكرر حدث مثل هذا وهناك شق آخر بهذا المعنى يكون تأثير ولكن لن يكون هناك محيط خلال الفترة التي نعرفها في عهدنا داخل القارة أين هي محيط حدود هذا المحيط أين سيكون ماذا سيفصل أي البلدان سيفصل يعني علينا أن نتخيل نجمة ثلاثية مركزها عند باب المندب طريق منها يذهب داخل البحر الأحمر وهو موجود وهذا الشق موجود والطريق الآخر باتجاه المحيط الهندي وهذا أيضا موجود والثالث يذهب باتجاه شلالات عفوا بحيرة فيكتوريا يعني علينا أن نتخيل أن الصومال ستذهب باتجاه والسودان ستذهب باتجاه آخر والمحيط يمر بينهما ويقطع دول مثل كينيا وغيرها من هذه الدول نعم واضح ولكن هذا سيتطلب ملايين السنين هذه فكرة استباقية دراسة استباقية شكرا جزيلا لك دكتور علي حيدر باحث مختص في تحليل وإدارة الكوارث الطبيعية لديك ما تضيف دكتور الأمر في هذه المنطقة بدأ بأماكن بالقرب من إثيوبيا ولكن انتشار الشق إلى داخل القرى السمراء هذا الذي سيتطلب أكثر ربما نشهد خلال عشرات السنوات الأخرى شكوك أخرى ولكن بالقرب من باب المندب وليس داخل القرى السمراء ستظل أفريقي شكرا لك دكتور علي حيدر كنت معنا من بيروت شكرا على كل هذه التفاصيل والإضاحات اشتركوا في القناة